الانباء من الحجرية تقول بان قيادات عسكرية تتمرد على كافة اوامر التهدئة وان قرار المعركة تم اتخاذه ولا رجعة فيه هكذا تقول المصادر التي تستدل رفض صحب قوات الشرطة العسكرية من مركز مديرية الشمائتين بحسب توجيهات اللجنة الامنية الذي كان مقررا ان ترتب الاوضاع العسكرية والامنية في مديرية الحجرية لا يعلم الجميع ما هي تتبادل الادوار بين القيادات بشقيها العسكري والميليشاوي وكذا الجانب الحكومي متمثلا بالمحافظة فكل الجهود الى الساعة تصب في استمرار التصعيد وإقلاق سكينة الحجرية ولم يخفض الى اليوم مستوى التوتر بل لم تحل القضية وتصعد في تزايد مستمر وعلى صعيد السياسة الاخوان المسلمون الذين يديرون حاليا ملف فوضى الحجرية ما يزال حزب الاصلاح الذراع التركي القطري يعقد اجتماعات سرية ولقاءات مغلقة لعدد من القادة والناشطين في الحزب برئاسة القائد العسكرية للجماعة في محافظة تايز المكن السالم لبحث جملة من مفردات استراتيجية الجماعة للمرحلة المقبلة من بينها السيطرة على ميناء المخى والسواحل المطلة على باب المندب في إطار خطة السيطرة الإخوانية التي تتضمن اشتياح مديريات الحجرية والقضاء على اللواء 35 مدرع وتقول الأنباء من داخل الجماعة بأن حزب التجمع اليمني للإصلاح بات يتعامل عسكريا مع ملف الحجرية ولم يعد للمنطق أو لغة العقل أي فرصة فعيون ميليشيات هذا التنظيم ترنو إلى جنوب الوطن لاستكمال معركة أبيان شقره وشبوه وهو ما يكشف النهم العسكري ومحاولة فرض التأخون على الحجرية أمرا واقعا وصبغها بلون الشرعية الباهت الذي لم يضبط إلى اليوم غزوان ولم يزل الطربال من طريق الحوبان إنسانيا طمأنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمة النازحين الأسر النازحة في مدينة التربة بأن أوضاعهم محور اتمام ومتابعة مشددة على عدم الانجرار خلف ما يروج له البعض من أخبار من شأنها إثارة مخاوف النازحين في سياق تناول الأوضاع في المنطقة وعبرت إدارة المخيمات عن شجبها واستنكارها لاختحام مسلحين منزل النازح محمد السماوي الذي ما تزال قضيته تتأرجح في ساحة الكيد السياسي ترجمة نانسي قنقر